فضل الدعاء في يوم من الأيام خرج الطبيب الشهير إيشان مسرعا كي يذهب إلى المطار للمشاركة في مؤتمر علمي دولي وبعد وصوله المطار وركوبه الطائرة فجأة تم الإعلان أن الطائرة أصابها عطل ما وستهبط مضطرة في أقرب مطار وبمجرد هبوط الطائرة توجه الطبيب على الفور إلى استعلامات المطار وقال لهم أنه طبيب شهير كل دقيقة لديه تساوي أرواح العديد من البشر ولا يمكنه الانتظار 16 ساعة ليركب طائرة أخرى فأجابه الموظف إذا كنت مستعجلا يا سيدي يمكنك استئجار سيارة والذهاب بها فورا فرحلتك لا تبعد عن هنا سوى ثلاث ساعات وافق إيشان مستاءا وأخذ السيارة وبدأ طريقه وفجأة تغير الجو وبدأ المطر يهطر بشدة وأصبح من العسير جدا رؤية الطريق أمامه وبعد ساعتين أيقن أنه قد ضل طريقه وأحس بالجوع والتعم وبعد بحث رأى أمامه بيتا صغيرا فتوقف عنده ودق الباب فسمع صوت امرأة عجوز تقول تفضل بالدخول كائنا من تكون الباب مفتوح دخل الطبيب واستأذن العجوز المقعدة في استعمال الهاتف فضحكت العجوز وقالت أي هاتف يا بني ألا ترى أين أنت هنا لا يوجد كهرباء ولا هواتف ولكن تفضل يمكنك أن تستريح وتشرب فنجان من الشاي الساخن وتأكل بعض الطعام على المائدة حتى تسترد قوتك وطاقتك وتكمل طريقك شكر الطبيب السيدة الطيبة كثيرا وجلس يأكل بينما كانت العجوز تصلي وتدعو الله عز وجل فعرف أنها مسلمة وفجأة انتبه الطبيب إلى طفل صغير نائم بلا حراك على سرير قرب العجوز وهي تهزه اقترب إيشان من السيدة وقال لها يا أمي والله قد أخجلتني بكرمك وأخلاقك وعسى الله أن يستجيب دعائك قالت له العجوز يا بني لقد أجاب الله سبحانه وتعالى كل دعواتي إلا واحدة قال إيشان وما هي تلك الدعوة قالت العجوز هذا الطفل هو حفيدي يتيم الأبوين وقد أصابه مرض شديد عجز جميع الأطباء هنا عن علاجه وقيل لي أن هناك جراح عالميا واحد هو القادر على علاجه يسمى إيشان ولكنه يعيش بعيدا جدا عن هنا وأنا ليس لدي المال ولا القدرة على أخذ حفيدي إليه وأخشى أن يموت طفلي فدعوت الله القادر أن يسر أمري ويساعدني بكى الطبيب إيشان قائلا والله يا أمي إن دعائك قد عطل الطائرات وضرب الصواعق وأمطر السماء كي يسوقني الله إليك حتى بابك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ثم قام الطبيب إيشان بإجراء العملية وإتمام العلاج على حسابه الخاص وتم الشفاء للطفل ببركة الدعاء وهكذا يسبب الله عز وجل الأسباب لعباده المؤمنين بالدعاء الذي يعتبر أقوى الأسلحة في يد المؤمنين فما أعظمك وأكرمك يا الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون تزوج رجل من فتاة صالحة وفي ليلة زفافهما صلى يا ركعتي شكر لله ثم وضع الطعام ليأكله فطلبت الزوجة من زوجها أن يدعو أمه لتأكل معهما لأنها وجدتها طوال الوقت مرهقة ومشغولة بالحفل ولم تأكل شيئا فقال لها الزوج لا داعي لطلبها الآن وستأكل معنا في أيام قادمة أعادت الزوجة الطلب من زوجها وأصرت عليه فقال لها غاضبا لا عليك أمي تستطيع الاهتمام بنفسها وطعامها والله لن أناديها في هذه اللحظة غضبت الزوجة وقالت والله لن تمسني ما دمت غير بار ولا رحيم بأمك ولابد من تطليق الآن فمن ليس فيه خير لأمه ليس فيه خير في الناس وفي بنات الناس وبعد جدال من الزوج وإصرار من الزوجة على طلبها قام الزوج بتطليقها وتمر الأيام والأعوام وبعد خمسة وعشرين عاما إذا بهذه الزوجة الصالحة تجلس داخل هودجها فوق جملها وأربعة من أبنائها من أقوى الرجال فوق خيولهم يسيرون بجانبها على اليمين وعلى اليسار فرأت رجلا سيء الثياب والمنظر كريهة رائحة فنظرت إليه وعرفته ثم قالت لأبنائها خذوا هذا الرجل وأكرموه وبعد أن أكرمه الأبناء وبدلوا ثيابه وطيبوه بالعطر وأعطوه بعض الأموال قالت أم الأبناء يا هذا ألم تعرفني فنظر إليها وقال من أنت قالت له أنا التي رفضت أن تدخل علي لأنك كنت عاقا لأمك انظر ماذا فعل الله بك لقد كنت من كبار التجار وكثير المال فأصبحت سيء الحال وبلا مال فبك الرجل وقال لقد صدقتي والله إن لي الكثير من الأبناء ولكن لم يبرني أحد منهم ولم يهتم بي لأنني لم أكن بارا بأمي رغم حبها لي ورحمتها بي قالت أم الأبناء ولأنني كنت بارة بأمي وأم زوجي ورحيمة بهما رزقني الله ببر أبنائي لي وخوفهم علي فهم يعاملونني كأنني ملكة متوجة ويطلبون رضايا ليل نهار فالراحمون يرحمهم الرحمن ومن يرحم من في الأرض يرحمه من في السماء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كان عبد الله بن المبارك رجلا صالحا وفي العام الذي أراد فيه الحج خرج في ليلة ليودع أصحابه قبل سفره وفي الطريق شاهد منظرا ارتعدت له أوصاله واهتزت له أعصابه حيث وجدت سيدة في الظلام تنحني على كومة من قمامه وتلتقط منها دجاجة ميثة تضعها تحت ذراعها وتنطلق في الخفاء فنادى عليها وقال لها ماذا تفعلين يا أمة الله فقالت له يا عبد الله اترك الخلق للخالق فلله تعالى في خلقه شؤون فقال لها ابن المبارك ناشدتك الله أن تخبريني بأمرك فقالت المرأة له أما وقد أقسمت علي بالله فلا أخبرنك فأجبته دموعها قبل كلماتها إن الله قد أحل لنا الميتة أنا أرملة فقيرة وأم لأربع بنات غيب الموت راعيهم واشتدت بنا الحال ونفد مني المال وطرقت أبواب الناس فلم أجد للناس قلوبا رحيمة فخرجت أتلمس عشاء لبناتي التي أحرق لهيب الجوع أكبادهن فرزقني الله هذه الميتة أفمجادلني أنت فيها وهنا تفيض عيناء ابن المبارك وقال لها خذي هذه الأمانة وأعطاها المال كله الذي كان ينوي به الحج وأخذتها أم اليتامة ورجعت إلى بناتها وعاد ابن المبارك إلى بيته وخرج الحجاج من بلده فأدوا فريضة الحج ثم عادوا وفي المنام يرى ابن المبارك رجلا يشرق النور من وجهه يقول له السلام عليك يا عبد الله ألاست تدري من أنا أنا محمد رسول الله أنا حبيبك في الدنيا وشفيعك في الآخرة جزاك الله عن أمتي خيرا لقد أكرمك الله كما أكرمت أم اليتامة وسترك كما سترت اليتامة فيا من تتباهون بكثرة الحج والعمرة والطواف بالكعبة طوفوا حول الفقراء حتما ستجدون الله عندهم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنا فسنيسره لليسرا وأما من بخن واستغنا وكذب بالحسنا فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله إذا تردا إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تنظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى